موسيقى موسيقى السلام عليكم اهلا بكم النهاردة في حلقة جديدة من اللقمة هنية الجمعة الجمعة كالعادة عارفين يعني مسبقة يعني اتنين بيجوا البخوس كان اصحاب اخوات ارايب اين كان القرابة اي حتى لو كان اين كان محافظة مختلف عن محافظة جنو النهاردة يكون مختلف شوية زي الاسبوع اللي فات كان فيه عندنا كان فيه زوج وزوجة الاسبوع ده مختلف اكتر عندنا اخ واخته ده مدرس ودي حقوق الموضوع مختلف عن بعضه بس اين اخواتنا هي المعلمات طبخ وهو جاي النهاردة بالعربي كده يكسبها تعالى نراحها بالنهاردة بضيوفنا الاستاذة تقى تقوى عفوا اهلا وسهلا معرك والاستاذ محمود اتفضل يا اهلا بيكم مناورنا احنا قبل ما نخش الهو قلت حرك قلت لي قلنا معلمات طب لما انت معلمة الاكل هو جاي النهاردة هاعمل ايه جاي يعني يتنطط يعني لا انا قلت ليجي معايا عشان نطلع اه انت اللي جايبها معاك انا افتكرت العكس طب وانت ايه لا انا قلت تعليمني كده واسيبها فلازم تجي بره تعمل اي نيمنة اه لازم نعمل اي نيمنة انت بدرس فرنساوي انشوالله تمام حلقة تعملنا اكل ايه النهاردة فانه اه نعمل فتة ولحمة فتة ولحمة ورز عشان اللي اعمل اللي جاي عيده وبتاقها ماشي وحضرتك نفس الموضوع فتة ولحمة ورز اه يعني طبق واحد حلو اول حلقة دي طبق واحد خفيف نطيف كده ونعمل حاجة حلو ماشي بايه مع اللحمة كده طاجن لحمة ببصل صغير ومال بس بين ودينك طبق الفتة لوحده ما ينفعش حباش صح طبق الفتة فتة ما ينتقلش جبه حاجة لا بس انا ما زاجع عندي ده اللي هو اللحمة اللحمة لو كفت اللحمة معاك او نجيب لحمة انت عايش تعمل ماشي كامل طبق الفاصل بعد الفاصل نشوف اخبار الاخوات ايه في المنبخ افضل حاجة حالو كده على مزايا ماشي يا اهلا بيكم مرة تانية معلومة هنية ومع الاستاذة التقوى والاستاذ محمود مدرس الفرنساوي وهو اكبر مدرس في المدرسة العيال بتخاف منك لا الطبيعي بس خليها اصغر مدرس بقى لا او اكثر الفكرة مش بالسن دايما مدرس الفرنساوي ده حتى على ايام نحنا زمان كنا تحس ان هو ايه هو ده بتاع اللعباكة كلها تمام صح كده فكنا نقلق منه شوية وروح بتاع الانجليزي ايه اموره سهلة انا بتاع الفرنساوي ده بيبقى دايما هو فاهم وشايف نفسه كوتشة على بتاع الانجليزي خلنا نتكلم بصراحة لا هنتكلم في التفاصيل عشان احنا حاجاتك حلو ايه اوات عجبه اتفضل على طول عن الفتة هنبدأ طبعا بحركة بالكلام لانك انت طبعا الهانة اللي من ورانا انين الولاد اكيد منفعش نبدأ قلم انجي على حضرتك اخبارك ايه لو حرك بتحب تتكلمي من غير ما تشتغلي قولي ايه عشان ما قعد تركيش اللي اتنين مع بعض عاجي اتنين مع بعض يعني اتنين اشتغلوا اه جميل جدا اكيد انا بقصت من فاكرة ان حد من ضيوفنا يعمل لنا طبع وبعد كدة احنا هنعملوا الطريقة تانية والطريقة تانية لو كانت بتاعت بعض المشاهدين او بعض حالكم طبعا تأكيد والافضل وطريقتي اكيد الموضوع حد فينا في الاخر هيعمل حاجة حلوة انا اكون لها بالحلم والشافة قوليلي بقى انتي هي اخبار الدريا معك اول سبكي من الاكل لان خلينا نتكلم معكش وصالي الاول اخبارك ايه؟ الحمد لله مبسوطة؟ يعني الحمد لله مين امزع عليك؟ لعم بدور على شغله كده هو اقعد يكون هو امزع عليك لا 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 عشان انا عارف وابا جيل نهاردة يتكلم بفكرة الفتة ويحط هنا ولا بتاعنا؟ لا لا طيب حيل بقى وليلي بقى ايه اخبار الدريا معك؟ كله زي الفل؟ الحمد لله تمام بتشوح الاول اللحمة؟ او ايه بقى ليه الموضوع لو عايزة معلقة خشب اكبر؟ لا من دي حلوة طبعا انت تمام؟ او انت ايه؟ سيب الدنيا وجهة عن دي احنا عايزين انا عايزين انا تشوربه او انا من الناس اللي حب دايما لجولنا تكون في الروائين في الروائين اواصل المطبخ ده؟ مازاج اوه جدا بس انا عندي ايه بقى؟ ايه هو بقى؟ بس ابواز ديني ورايه. ده ده اوحش ايه. بيكلنك كده ما طبختش. اه. اللي بيخش المبخ يباعد للمبخ وبيبيروقوش مطرحه يكرنه جاب لبن وبعد ما غيلي وزبطه وحط عليه في الاسود. بالزبط ده الماء معنى. بكلم بجد والله. عشان كده المدام بتجري وراي. ايوان المدام بقى اكيد الله يكون فعولها. اه. قولي ايه بقى? بتشوحي اللحم الاول. اه. احب اللحم الايه الاكتر في الفتة? الضاني ولا البقل? لا البقل. البقل اغضف. عشان الضاني السنة والريح اه. اه بتبقى تقيلة بس بعض الناس بتحبها طبعا. هي حلوة بتسل واحد يعنيها حاجة تانية. حاجة تانية خالص. اه. وليدي بقى انت تحب تعملي اللحم الاول بتشوحيها. اه. ازاي. ليه بقى? عشان بتبقى طعمها احسن لما بتتشوح. ما بتتشوح. على طول ما بتبقى بوحشة جدا. اه فهل. اه. وبيتشي من هالزفارة بتفشن لدي. اه. اه. وديها سنة في الفتة الحاسة حلوة جدا وبهارات. اه. وتشوحيها وحطيها بكده ملقة. اه. جميل جدا. حلو. والرز بتعمليه ايه بالزبدة انا بتستنى? لا بالزبدة وبزبدة وزيت. بزبدة وزيت بيبقى حلو معك. بيبقى خفيف. جميل جدا. حلو. تسلم ايدك مبدئيا. نرجع ليه الاستاذ بحمول. اه. ايه اخبار? احنا عطينا اللحمة. حلو. بس بحمرهاش الاول. بحطها في الشربة اه مرقة في مياه. اه. وبعد كده بعمل الشربة بتاعتها. حلو. وبعدنا احط البهارات. تاني. تاني. بحط المياه تغلي. اوكي. وبعد كده احط اللحمة. جميل. حلو. اسلوق. وسلوقها عادي جدا. عادي اه. ده انت عملت كده قريضي. تمام. تمام. طب هل هنقابل اي حاجة في السكة? زي? ريم اه زفارة. على حساب. عامل حسابك? عامل حسابي. لو لو قابلنا ريم ولا حاجة بنروح قشطينه كده على الوش بنشيب. بس عادي. اه. اه. بتبقى احسن من الاول. بتبقى اه مزبوط. انت مقتنع بالكلام ده? اه. تمام? انا هشوف. انا معاك على طريقتك. تمام. حلو. اه بتعمل الرز بالزيت ده انا بالسابنة ولا بالزيت ولا ايه بقى? لا الرز بعمله بالاتنين. الماك ايه. طب هتقوى مع الماك الصح. طيب والعيش بتحمس العيش بقى بايه بقى? العيش بحمسه بسمنة. اه. وبعد ما بيتحمس بحط له بحط له شوية سالسة. جميل. سالسة هو بتحمس ولا بعد ما يخلص? لا بعد ما يتخلص خالص. بعد ما يتحمس. حلو جدا. رائع عشان اجوسي معك. تمام. جميل جدا طيب. وايه كمان بتعمله بقى? دلوقتي? الحالة دي فيها ايه? الحالة دي هنعم فيها الرز وهنا اللحنة بتنسيلي. جميل. هتاخد مرأة من اللحنة بتاعمل الرز ولا بتاعمل مرأة عادي? لا بعمل بموية عادي. موية وبتخط بكاعة بمرأة مثلا لو حبيت. لا لا بحبه لا بحبه بحبه قبيت خالص. حلوة قوي. سادة خالص. سادة زبدك كده حالي. اه. قولي بقى. اه. اه. ايه يا خبار الدنيا معك؟. انهي دنيا. الدنيا فيه ناس ما برضاش اقول اسميق ايه ما برضاش اقول الطايتل بتاعها وقت معايا. اه. شغلانتو حساسة فمنفعش نجيب. بس المهنة الطبخ عمتا هو مزاج عالي. ممكن تلاقي واحد يعني شغال في حاجة غير متوقعة بس يحب المطبخ فطبع العكلية شرف ليه انا هو شرفني. ولاي حد فات من تشريف وليه في المحطة عندي هنا او في المطبخ اللي هو كمان اللي جايين على ناسي. اه. بس مدرس الفرنساوي ده نسه جديد علي. قولي بقى. انت في مدرسة ايه? او مدرسة اه اطفال ولا انا كبار ولا انا صغيرين. انا انا في مدرسة الفروه الاسلامية. الفروه الاسلامية. مصر الجديدة. مدان الحجاز. حلو. اه دي مدرسة من اول اه لغاية سنوي. حلو. انت بتدرس لايه بقى? اعدادي وسنوي. اعدادي وسنوي. حلو. يعني شباب باشر الله كبار. اه. كبار. ووعيين وفهمين ودركين. اه. واصعب مرحلة كمان اعز الله حالك عليها المرحلة الاعدادي وسنوي. الاعدادي بزيزة السنوي بيبقى. عقل سنة. عقل سنة. عنده عنده حتة ان هو بدأ يبقى راجل. فبيهدى شوية. اما التالي في سنة. انما في سنة بقى اه سيطانة كده منه. طب بتعمل ايه معاهم? انا عايز اعرف انت اتبقى معاهم ازاي? قسطونة برضو محترمي ديك طبعا انت شاب زيحالتي يعني صغير السن. اه. فكونت رولك ايهم ازاي? ايه الوضع? اه حتة ان انا السني صغير معاهم. انا دي خدتها ميزة مش عيزة. حلو. بسبب موضوع السن انا قريب معاهم شوية. اه. فالحد ما فهم دماغهم. ايوه. اه. اري بيقول ايه. ايوه. اري هو بيقول ايه. ايوه. اه. هو في الشارع بيقول ايه? بيشوف على الفيس ايه؟ ايوه وفي حاجة تانية عشان انا ابقى مع الطالب ايو حاجة من نجاح المدرس انت تخلي الطالب جزء من حياتك جزء من حياتك وصحبك امتى اللي من حياتك يعني الطالب في حياتك انت جزء وانت في حياته جزء لا هو في حياتنا جزء هو لما يحس كده هيخلينا انا كمال جزء في حياتك لا كلام جميل هيخلينا انا هيخليه هو بدل لو هو في موضوع مثلا انا عايز يتكلم فيه اوازي ياخد رأي حد فيه هيجي له مصافة شخصية اكتر من يكون علمية اه يعني ممكن يعتبرك اخر اكتر من اخوه اكتر من بباو مامتو تمام لان هو طبيعي مثلا ممكن يكون هو عمل حبي غلط وخاف من بباو مامتو اكيد فهو لو لو هو وصلته الخوف من المدرس هو العلاقة مش خوف لازم تبقى علاقة خوف طبعا لازم لو وصل الموضوع خوف هو مش هيجيب يبقى فرق ايه عن بباو مامتو مثلا ان هو خايف خلاص بقى خاف في البيت وخفش في المدرسة فهو خايف من كون شراوري انا مش رايح خدا ولا هنا عادي جدا لما كون متضايق مش هحكي لده ولا حل ده ولا اي حكي لده انا راح لنعمل الميشن اول مهم التاعتي والعكس طعيح تمام حل طب قول لي بقى انت الفرنساوي عندنا في مصر وبعد المدارس هو طبعا منتشر بشكل جامل جدا والالماني كمان كان الانجليزي مركز اول لا هو دائما الانجليزي دججتي مركز اول ان هو اللغة الام هنا بكلم على تربيت او تعليم الاطفال او الام اول زمان كان كم اقول فقط كان معلم ابني انجليزي دلوقتي داخل من الدراسة انجليزية داخل من الدراسة prés تتكلم لغهات ولغهات من المنسبة للمنزبه فمن كان الانجليزي اكثر من الفرنساوي الفرنساوي طبعا من قبل الأasu مصر موجود في التفط بكلم فكرة الفرنساويه طبعا مادة مهمة جدا的人 من 20 و 30 سنة على ما أتذكر الأرقام دي مظبوطة أستاذ ويلة غلطان من زبان جدا بس فكرة الأجيال الجديدة بدأت شوية في بعض الناس تقولك لا أنا سهل أحسن دخل مدارس أمريكية أو مدارس إنجليزية في ناس تقولك لا فرنساوي فيه مدارس كثير جدا فيه فرنساوي بس أتعلمها صعب شوية هو دي أنا عايز أتكلم معاك فيه أو عايز أفهم منك الوضع عامل ازال بعض الناس بتحب الفرنساوي ولا بتشوفهم بيخاربهم فرنساوي مشكلة الفرنساوي في حاجة دلوقتي لما دخل الألماني спасибо لا لسح ؟ مشكلة الفرنساوي في حاجة عندما دخلة الإلماني والإيطالي بدأ هوا يقل شوية بدأ يقل لفرنساوي لأننا لدينا مده حاجة جديدة لحاجة جديدة آآآ فرما نذهب علي فالموضة بتمشي حتى في التعليم الموضة بتمشي في التعليم لما أن الفرنساوي من زمان هات كده أي فيلم قديم من أيام اسماعي لياسين أيه ولست نتكلم بولد من ثلاث سنة يعني نتبعين كمان سنة إبعت كمان آه هتلاقي الناس كان معهم ده لا ده أنا لازم أنا أتعلم فرنساوي فرنساوي طبعا ما ينفعش وكمان غير للتعليم الفرنساوي كمان كانت هي اللغة في مصر اللي تتكلم في فرنسا هتعيش عندك قديم إيه وانت عندك كمان وانت عادت عندها آه البهوية في مصر كان فرنساوي بقى زمان هو المزاج طبعا بس هات في جاب كده من ثمانينات وتسعينات اتفصل شوية بفرنساوي وأنه معلومتي غلط من بعد التسعينات صح كده اه انا فاكر مثلا أنا وانا في السنوية عامة كان امتحان الفرنساوي في السنوية عامة صعب شوية جدا اه الثمانينات بردو زي صح كده هيه انا بكلم انت عمرك ثمانينات انت موريد ثمانينات هوا موريد ثمانينات تسعين لأ ده نجبل منك بكتير ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا انت موريد واحد وتسعين عندك كم سنة تسعين يعني 2018-28 بسم الله تسعين دي كنت موضوع كان مختلف معا شوية يا نجبل منك بشوية يعني بساش كتير قوي يعني حاجات بسيطة فكرة الدراسة معك إنت بقى دراستها ازي حبيت تطلع مدرس فرنساوي ازاي؟ انا كان عندي مدرس كنت بحبه جدا اسمه محمود صابر محمود صابر ده الجاد فضر بتاعك من هي طبعا بوجيه له التحية ليه جدا 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 تمام لان هو اللي حبيبني اصلا فيه مطاربني تمام فبعد بدخلت السنوي وخلصت كان هذا في حاجتين ان انا ادخل صيدلة ولو ما دخلتش صيدلة ادخل فرنساوي تبقى مدرس فرنساوي زي حلو ومن هنا بدأت اللعبة طبعا جبت المجموع انجبار لذا ما دخليش صيدلة فقليت شوية عنه ودخلت ألسن وهنا بقى انا اللي سعيت وراه انا اللي سعيت وراه فرنساوي عشان اروح له حلو جبت تعلمت فرنساوي تعلمت عادة الاربع سنين ودخلت مع وزارة التربية والتعليم عشان حقا مدرس ودخلت وتأهلت لما اطلعت مدرس فرنساوي ان شاء الله انا عجبني عشان كده انا ما اتكلم معك شوية سن صغير مشاء الله عليك تكون معلم اني جائبت معلم دي كبيرة مهي الصغيرة ويكون دايما التعليم عندنا في مصر انا محب التعليم جدا ومحب دايما كل الشباب الصغير وكل الناس كلها تعلم في اي مجال في اي حاجة المهم نتعلم التعليم ده هو احلى من الفهلوة المطلوبة مطلوبة بعد التعليم بالزبط التعليم ده مطلوب التعليم كل اتجاهاته لو هنتعلم حتى اي مهنة اي تعليم بتعلم فيه واحد كويس جدا بيفعل اما نكبر بينفع كل حياتنا. ارجع لي الاستاذة تقوى. انتي هدي جيد حقوق. اهو. ايه اخبار الحقوق معاك? مش بمزاجي زي بقيت الناس. اعلمتك شوية عشان اوام السبعين في كل ترون. ايه مش بمزاجك? الكلية. ليه بقى مش بمزاجك? عشان المجموع. مش فاهم معنى ايه مجموع في السنوية العامة. كان قليل جدا. فهي دخلك? حقوق. معنى كلامك ان اي حد يكون عندوشك مجموع عالي يخش حقوق. حقوق وتجارة كده. حقوق وتجارة. بس الحقوق ممكن تطلع منها حاجة كويسة جدا. يعني ممكن لو حاليا دخلت حقوق. حياتك ممكن تطلع منها محام على معتقد. صح كده انا غلطان? لا صح. اه تخش في حاجات اللي علاقة بالقانون فده ممكن يفيدك برضه اكتر يعني فيه حقوق حلو ولا انا غلطان? اه كتير. انت مستفدت منه انا مستفدتيش? يعني لو محبتهاش اه. مش حبه اه. اه. انا حبيت حتخش بقرط المحاميين ولا التركيب اللي خالص. لا لا. معين المحاميين كويسي يعني ممكن تستفيد تبقى محمية كبيرة جدا. في محاميين في مصر يعني اسميهم كبيرة جدا وبيفيدوا الناس وبيستفيدوا. حلو. طيب. بس انت نفضت للحقوق. اه. اندغلت للمباقة. اه. انت عاريني انا بقى. اه. قليني بقى. ده لي جديد البخي. من اعدادي. من اعدادي. اه. ست بيت شطرة. اه. فاهمة وعارفة كل حاجة. عملت ايه بقى في الطبخة? ما نخش بقى على الطبخة اللي انا بقى فاهم فيه اكتر من الحقوق من فرانساوي. عملت ايه بسم الله? ده ايه يا فنم? دوت السلطة. السلطة. اه. وده حضرتك ايه? اللحمر. اللحمر حتة رائعة. اه. جميل جدا. مش. هنا الرز. اه. ما شاء الله. وحضرتك هنا ايه? وهنا ده اعمل ليش? العيش. تعملها عالتوسة. اه. وحضرتك. انا بس عايز سريع تقرطي على الخاصل. اسمع منك انت عملت ايه? ماشي. احنا هنا عملنا اللحمة. اه. دي خلاص هنقلناها. احنا بنهاى 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 حمر بصلاية. اه. ووطنا عليها غايتا ما تبقى دابي عشان هاخد من اللحمة دي. هعملها ايه? بطاجنة صغيرة. واشاعلنا الرز ودلاتي بنعمل الصلصانة. بس منها ماشاء الله. لأ الحلقة هتطير النهاردة. ماشي الكلافة. عندي جزئية دي هدو اقف. ولكن عندي كومنتين. اه. مزدوقين قوي معايا. تمام. بص انا هسمع كلمك للاخر. ماشي. بس بحكم عمري كله ان انا في المين. دي يعني. في حاكتين هنا غلط. اه. كل الناس اللي شايفانا دلوقتي عارفين انه هم غلط. انت لوحيد اللي شايفوا انهما صح. انك تسطق كل اللحمة ديركت برين بتاعها وتغطى عليها وتسبها. انك تسخل الرز اللي غير ما تحمره. ما تحضنش ملح. اه. الحاكتين دول هنتكلم فيهم بعد الفاصل. فطر. يا اهلا بيكو مرة تانية مع علاقة مهنية ومع تزويد الرز للمرة التانية. صح كده? دي المرة الاولى بس. دي المرة الاولى? اه. لا بس انت حضرت مرأة من شوي? حضرت اول مرة اه. حط الرز انت على مراتين مياه? لا. بس هو ايه المياه جات قليلة. اه. ايه اللي جات قليلة? اه. ايه اللي جات قليلة? لا انا لاحظت ايوا كده. اه. اه. بالزبط كده. وكان ملحة قليلة برضو. اه. فانت حبيت تزويد تاني مياه. حلو انك تزويد احسن ما تسيبها تبقى زيادة وتنقص. انت رايك ايه في الكلام اللي قلته قبل بالفاصل معايا على موضوع الرز لازم يكون متشوح. اه. عشان ما يعجلش. وكمان اللحمة. اه. رايك ايه في سلق اللحمة? ما تشوح اللي قولته بقى احسن. بخلاف. حتى لو احنا سنقناها بقى احسن لقتيها كنا من غير متشوح. مثلا. يبقى القلطف ان احنا نغطى عليها على طول ولا رايك ان احنا اه نعمل ايه باللحمة. نعم مجرد شو بعمل ايه باللحمة كده. اللي هي. على طول بغطيها. بتغطيها على طول. خلينا اوضح معلوماتك وممكن تضيف. ولا ايه رايكو. تمام. بس انا في حاجة برضو. عايزة كمانت بسيطة. عندك وعند الاستاذة برضو. لما بنجي نعمل سلسة طماطم نعملها ناية فناية. بس فكرة الحلة تكون بردة. ونحط عليها كل المقادير. ونسيبها تقش مع نفسها. بالشكل ده بص كده المنزل عام ازاي. تبقى تفهم الاصل ايه? هتبقى حلوة بس عادية. ما تبقاش. نكلم ما تشوحي البصلات تاعتك. فص الطوم يتدلع كده معاها. وتسمعها طوشة سلسة الطماطم الموضوع بي ايه? بيختلف طوار. واللي احسن ولا اوحش. لا احسن. هو ده انا بحبه. انا كده بعمل كده في البيت. معرجتيش هنا ليه? متصلاقيني? لا والله. جاي توصي البضاق الرواحي? لا لا. انت يورديك ان ناكل اكل نصكم. طيب. ما ليه? اه هيا يا مستر. اه. يا مسيو. ده ما يرضى. يرضى كده يا مسيو. احسن الموضوع كده عبيلي وديره. ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. اهو سيفين يا جماعة المصطلحات جاية بحلة. لأ. وقالنا يا غلطان. لا صحيح. الاحب. الاكلة على ما زي. انك تاك 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 كده مش هيتلع زي ما انا عايزين. احنا بنقامل ايه بقى? هقول لك بقى معلومات بقى ايه? من الشيف. من المسيو. اه. حل? اول حاجة بص الطوب ده زي ما كنت ريسي ما اتكلم مع الهامل يبدلع شوية مع البصراء. ارتب عشر متر عشر. يبدلع مع البصراء. مع سنة زيت بسيطة. مع مكعب زيت لو حبيت. سابنا ايه حاجة ما تساق فيها. كنت قلبي. دي طاشة دي ايه? دي الصلصة. دي ايه? الفتة. لا. هي كده مش الفتة خالص. هي كده تمشي الحم الشام. تمشي لمكارونة مكارونة. تمشي لأي حاجة. صلصة الفتة. هي الفتة. بس انا الطاشة دي بعملها لوحدها في الاخر. وانت ممكن تعملها نفس الحلة. بتعمل ايه بقى? هاعد لك الموضوع بفكرة بس تعمل. الفتة. الفتة صوص طبعا. ها. الفتة هي الصلصة. اه. انا غلطاني هانم. اه طبعا. الفتة صوص. من غير صوص مفيش فتة. هو اللي فيها اصطر. هو رز عادي. ولحمة وعيش. اللعبة كله في الفتة. في الصوص الفتة. بنعمل احنا ايه بقى? اول الكلاب بنجيب عندنا البصلية او فصل طب او حسب اللي شغلين بيه. اه. ممكن نحطش بصل. ممكن نخلاتهم بس. ها. الما بعد. ندق بعد كده ندق نخش يسخنه. ننزل بمعلاقة صلصة الطماطم. مش بالاخر. انا محكسها لك بقى. اه العكس. اه. تتشوح صلصة الطماطم الاول بسيط. وتروح طافي عليها بايه? بنخل. اه. ونزل بعدها بالايه? عصره الطماطم الفرش. ينزل على سخولة فيبدأ يبقبق يغلي. اه. اه. بهر غطي. متشكترين. خلاص خلصة. اه. خدت الطاشة الاول بالتومة مع الزبدة او مع الزيت. نزلت عليها بالخليل عملت الريحة الحلوة. اصلاص الطماطم التسبيك. سيبته. عاش حياته. بوهراتها بتكون سيبب الاول وبسطة جدا. ملح. فلفل بسيط. حبة كامون. سمة كوزبرة. ومنتعة البلدي. منتعة بساطة يعني. حلو كلام. وبتسيبها هتعيش حياتي. ما قلت طبخة انا من الارضة يا عمر حاجة. ماشي. طب نروحة احنا كامل انا ليه ما اتكلم. انا ممكن نسقط واسقط. وانا يبقى احسن للسقوط. بس انا بحب دايما المشاهد دا بيبقى يبقى معاعد دايما مطرح. يبقى معانا عصره. يبقى يقول لك يا علاء هو انت مش شايف ان كيف يحصل كذا. هو انت يا علاء ليه ما قلت. ما قلتها انا هسمعه وحققهم علينا لان احنا برضو نحن نتكلم لأمانة. احنا دلوقتي احنا التلاتة هيلة بيلا كده. الناس فتح للتلفزيون اللي اللي ما نفوشوهم. صح يا لأ. فلازما طبعا تقدرهم لينا ان احنا نوضح كل حاجة نعملها. والله يا غلطان. لا مظبوط. وتقدرنا ليهم برضو النقلة كمان نوضح لهم ايه اللي ممكن و ايه اللي مش ممكن او اللي يحصل و محصلش. المهم نرجع ليه بقى للرز المسلوق الحلو بتاع السوشي ده. مش بالزمة يمشي الرز السوشي. بالزمة. اه يمشي. صح كده? صح. شكله هو هلسي ولطيب جدا. بس كان ممكن ان يبقى ايه متشوح. تكلف بقى اللحمة هو ده بقى اللي كنت بتكلم عريقا بعد. ايه بقى الريم اللي حوالين من الاركات. الريم ده بقى اهو. لا بقى خلاص هو بقى في المرأة. هي يا خلاص. هلنشيله من العلوس? لا. لا ايه. بص بقى. هديك انا برضو السنس كده ممكن حركة تستخدميه بيه بعدين. ليه كمش? اه اه اه. تقوى عملت حاجة حلوة قوي. شوحي اللحمة. هاي العلماني طبعا. لا هي هي فنانة. اه. الحركة اللي عملتها دي انا بحبها جدا وبحتلمت جدا في القصة دي. احب الحركة دي قوي. شوحي اللحمة. على فكرة ما كنت اعملها كده برضو. بس احنا اقول ايه? نخلي حاجة مختلفة. مالبست انا كده? لا مالبست شوية حاجة والله لا على رأسي والله. بس يا الفكرة ده المقصود من كلام ان احنا. وانا سأل سؤال بس. اللي عندي كتفصل كل شوية. لا اللي عندي شغالة بس سبحة ستة شوية. ايو. بس سيب التاصل. بس. بس هي عملت كده من شوية على. من مستحيل اصدبته جايزات انا شغال كل يوم عليها. فلو بتفصل اكيد كنت هرجع لك ليك وانا متكلم على ايه? على الرز. رز ماسا عشان ليه? اه. الله 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 الله. حلويات. قول لك سوشي. ده رز سوشي. بالنبي كده تعالي يا تقوم على اذنك بص كده. تعالي شوف الرز كده. ما لنت اصبت اقول امبارح. ما بصدي انا بس. لا بصش. نسا نسا بيقول يا هادي. ايه? مسلوق. ايه? مسلوق. مسلوق. واحد رزك بقى رزك بقى كده. تعالي تعلم. تعالي شوم الروحة. لا لسه بتسلق. لسه بتسلق ايه? لا هذا شكله هيبقى زال فل ان شاء الله. ان شاء الله. كيف هي احنا كده اه العش زال فل. واللحمة ما شاء الله عليها. شوف منظر اللحمة عامنا. تعالي بص كده شوف كده بعد اذنك هجيلك. شوف منظر اللحمة هنا عامنا ازاي. حاجة باينة بص. شوف الجواب بيبنعنا. من العلوانه. بص الملع عامنا ازاي. شوف. انا اللي شوف. اختة. اختة وهينا تعالي شوفوا سلس التماطم. ما شاء الله. تسلم ايديكو. تسلم ايديكو. لا ايديكي بقى انا كده ايديكي بقى انا كده اضيع. لا انت الزيع على راسي. انا عايز يجعلك سيه بقى البصلية دي. انا كنا عاملين دي ايه معاليش بكارنة. انا عملنا دي اللحمة. لحمة ايه? اللحمة دي. هي مش لحمة فتة. اه. طب انا هجيبها لانا هعمل لك طاجن الصغير ده. هاخد منها وهعمل. اه انت عايز انت اه انت هتضيف هتاخد مص اللحمة. اه. تعمل طاجن منها بالبصلية والفلفل الحار. واللي باقي للفتة. اه. وانا بلو بينك انا كلامي كله على فتة. اضيفه ماله. بس انا الفتة اهم حاجة عنه. ارجع وابص بص على اللي بيحصل هده. ايه اللي بيحصل. ايه اتطاشة خلي وتوم. اتطاشة خلي وتوم. تعال اتعلم بقى اللي ما كنت بقول لك عليه. اهو. هي سبعتها اللي على الثاني. لا انا بعملها كده والله. اهو. تعال بس تقول لكم ما تجريش وتحقلي. تعلم شو ما بتعمل ايه. بتعملي ايه? بقى اه عملت التوم الاول وبقى يسيح تفعلي صلص. ليه? عشان ده حلط على عصير طماطر. وممكن تعمل حلقة قصية. لو حدا تحطي دي هنا. لنفس درجة الحرارة دي. هتبقى احلى واحلى. لما هتنسعني. لا 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 اقدرشي يا حبيب. اقدرشي. ده شايفة انت ايه? مية مية. انت شايفة كده? او. انا هدوق. ماشي. والنهاردة الحاجات تشفناها بسم الله ما شاء الله ما تفعل. لا شاكلي توقع عدس النهاردة معا. لا توقع عدية من زمان. لا توقع عدس الموضوع النهاردة. اه. في شغلة عاية. شوفوا انا النهاردة في سنة مكرفية. انا بقولوكم على نفسي انا صريح. هم نروح هنا شوف حاجة واجب من هنا واشوف حاجة. بس اكيد في حاجات كتير جدا احنا اتعلمناها النهاردة وشوفنا يعني ايه اللي ممكن يحصل عشان ما يحصلش. حطيت انت ايه? الخلى. الخلى هلا هلا عبطشة تتخلى بسلسلة الطماطم مع التومة. بس شفت لحت اللي خلى عنا زي. كده في فترة تعمل. اتقل بس عن رزي. اتقل بس عن رزي. طب انتوا ليه ما بتحطوش نقيش في الفرن? ليه بتحمروه في التواصل? مش عارف انا بس انا محبه كده. من رابطو في الفرن? جربتوه احلى بكتير. نعم انا انا جربتش الفرن بس يبقى طعمه احلى. ده الفرن. انا بنجيبه ناشف جاهز بس بقى طعمه احلى لما بيت. لا اولا بتشوح بنافس الطريقة انت عملتها بس لزيمين في الفرن كده. بصي بقى هاتي العيش مقطع ايه عادي زي ما انت مقطعها كده. اه. وهاتي حابة كاملون وحابة ملح وحابة زبنة وقلبهم في بعض. نفصلتهم مفروم. نحطوا فرن. ونحطهم في صاجة صغيرة كده وسيبوا صاجة البيتزل في البيت دي. وسيبقى او في الفرن. خمسة وقلبه وطلعي. ما هو الفرن بقى البتجازة الاديمة اللي تحت هاو دواتي فالبتجاز اسهر. اه اه دي ممكن دي فكرة حيلة برضا. كده ادخل. اوه. ما ديراش ملع فيها خالص. بس اطعمها حلو جدا وعالي اوه. لا الموضوع شكله حيل. الفتة دي يا جماعة يعني كل ما بنبص ونشوف بنلاقي كل واحد دي طريقة. نرى طريقة مختلفة علينا شخصيا. يعني انا شخصيا بس مع طريقة وبشوف تشويحها في 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 الطاصة. في مش عارف تشويحك ايه? اجينا بنشوف. ايه رأيها. لا الصراحة بويس خالص. بالصراحة عن النبي. كلام كبير. لا هندوق ونشوف. هندوق وهنشوف. يا عايزة مرأة تاني. ليه? عايزة عايزة شوية مرأة تاني. عايزة شوية مرأة تاني? اه. كما تحط هو في المرأة وريحنا. بطلع الفصل نحط الرز في المرأة او المرأة والرز ثم نواصل. فضر يا فن. فضر. يا اهلا بكم مرة تانية مع لقومة هنية. قبل الفاصل كنا احنا خيال اخبار. كله تمام. خلاش خلصتي? اه خلاص. ده ما شاء الله عليك. وحضرتك. لا لسه. لسه شوية? اه. الله الله على التشوات بسم الله. اللهم لا موناك هنا اختلف. في هنا سنسة عالي بيلعب بقى. طب في عشف الفرن? اه في عشف الفرن. اتسمع اللي هو كان خلاص على الوشك. اطلع. اه ده علم منك يا حبيبي. لا يا حبيبي ربنا يا خديك. لا عفوة. خب بالك عشان دي الطاصة دي سوخنا جدا. ماشي. اه اه. اللي خد بالنا شوية. ايه بقى? هنعمل ايه? ووصلنا الحد فيني. احنا وصلنا في الرز بتاع السوشي ده. اوكي بسم الله. الرحمن الرحيم. ايه ده ده كيميل قوي. بسم الله ما شاء الله. ماشي. حسب سوخنا ديكم بالك. خلاص الرز غط على سيبه? اه. سيبه. واللحمة اخبارها ايه? ما شاء الله خلاص دخلها في الواخر. وحضرتك. خلاص. اه. مطفي على كله. مطفي على كله. يلا. بسم الله ما شاء الله. الروز باعك خلاص خلص? او لسه. دي ايه واحدة. دي ايه واحدة? خلدي دي اتين. ماشي. ما شاء الله واللحمة زي العصر. اسلب اليكم. انا عايزين طبع. طبع صغير. طبع صغير ادي يا فاني. انت نفسك تنعي لحظة عمرك. اعتين بيجونة عجب قولك. طبع صغير كده? حاقس بس فيها. بولة يعني. بولة. يليك الاتنين. ماشي. على ادهل فت زي تكون. تمام كده زي الفل. بتأمر طبع في مسحرك قليلا. عشانك سهلت قليل تحت عمرك. دي بتاشة. اه. هلا هلا هلا. هلا هلا. احنا بقى هناك سيبنا شوية. انتو مين? انا وانت. دايما مش طرحة ببغلي ولك ايه حلتنا وميتنا. اه. وزي ما يقول لك ايه مسلا ايه? في بعض القوات يلا بقى عشان نخف الحوانة بتاعتنا وهو واحد بس اللي هيعمل حاجة دي الجمعة هنا نبقى دايما نقلب على اسكندرونية شواء لا اه هو دايما ايه عاملين ايه النهاردة يا عما انت بتقولي انا عامل ايه النهاردة ايه عاملين مين هم مين هم الزبط قولي بقى الصلصة التماطم ايه احنا هنا بقى الصلصة اللي احنا خدنا نحطها على الوش بطوم خدنا على العيش اللي احنا حمصناه حطنا منها شوية على العيش على عيش حلوة جدا ما شاء الله زي الفل قول جميل جمال وهتحط مرأة او حاجة لا 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 ولا ايه حمص زي ما انت كده زي ما احنا كده حلوة قول انا ماشي واراك لحد الاخر لحد ما هغرقك صح والله ماشي واراك لحد الاخر انت ايه الاخبار طب يلا انا مسيحتي اجدو عشان اقفل لو انت خلصت احنا جمال خلصنا دي خلصنا دعوا بقى انت اقفلي براحتك خالص بقى بسم الله ماشاء الله عليك خلصت بسرعة وهتغدينا عشان نبقى عارفين الدنيا ماشية تائي الى ايش الاول نتكز يا حمد يا خالد تمام والرز تحط الرز بعد كده اه رز شكله يلا اكف الرز طب اراف الرز بتاعنا انا بتضحك عادي ايه وراها انا مش اتكلم الرز انت هو اللي بتاعك انت سبك منه هو لا سبك منه انا خلاص كده لا هو معجن شوي مش هو يا سألنا انا كده قد كده حلو بس الشكل بس ريحته حلوة بسم الله ماشاء الله وانت انا ايه طب وحيات ربنا حبت سكر يبقى رز سوش عسل ماشاء الله ايوه عشان احنا بس له في مطبخنا لا هي حق ديه مسحة اكثر بديدتك شغل اكثر من كده بسم الله ماشاء الله بسم الله ماشاء الله اسلم ايدك والله والطاشة خلاص خلصة 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 بسم الله ماشاء الله جميل جدا الله 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 تعمل ايه اه هسلمسش الرز الاول بتسقيه حلو دي غلاص اساعدك ارفع انا اضف مكانك اروق مكانك يعني ما عنديش منقى مساعد لك هيا اروق دي ايه دي الصلس اشيلها هلغلاص هلأي اروق بش فضل يا مسيو عارف لو قابلت اطالد من المدرسة من عندك واشتكلي منك هطلع على الرز اللي هعندك من المدرسة حلوة بتشرب الرز الاول اه عشان ايه عشان في بقى في طاعة في اول في رز عشان ايه لها كده لأ بتشرب الرز دي عشان يبقى فيه طعم طري شوية هو اصلا بسم الله ماشاء الله طري طول واحده اه طري واحدة لا ايه شرب يا باشا براحتك قال شرب ولا يأكل يا باشا شرب ولا يأكل انا بعمديش بانع النهاردة مين بطيكوز اعلم مني النهاردة من زمايلي؟ لا لا زمايلي لو بكلم من زمايلي من كونترو حالوة جميل كده بسم الله بشاء الله 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 ست البيت دايما مهما عملت هي هي الاساس نافس بصي تشميرت يا فين الاتساكت هناك الشميز باع السلسلة تتحط على الوشي ريال ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك تسلم القيادي الله دي الله 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 ممكن يتصل تالي؟ انت ممكن كل حاجة اتصل لا احنا خدناها انت تنقود عاني طاصة اجربة طوصة جديدة عناية الاتنية بس الاستاذة بس تخلص ماشي وين نجيب لحضرتك طوصة تانية طاصة بيد ولا من غير ايد مفضل يا ميسيو محمود مفضل بسم الله ما شاء الله اني الرز اعلمش انت رأي كيف الرز ده ده لا معجن شوية ده ولا التاني انت فروز بتاعك ليم دي لا معجن شوية طب ان اعايزي عشان متعجنش آيه اللي المية اللي المية مال. لا? اللي المية اه طب طب ايه انت نسه هتسخن تاني بسات تانية طيب لا لا عشان بس تخلي عشان تخلي بس. اول ديس ما حدوش تخلي. لا لس. مش انجلت التواصل التانية كده سربعتين انت. انا من سربعتك سحلت وقلت له اخدم عليك. مش حصل مني واساعدك. صح بس انا قلت له كده? قلت له اساعدك. طيب اي تانية عايزة ساعدك انت يعشين الحاجة من ده حالك? لا نتفل بتجهيز بس. نا باشي. خلاص كده نرفع. او. تب اللحمة فين? اهي. يعني هنطلع اللحمة على الطبق ولا نطلعه ده? لا نطلعه على الطبق. عالية هي. يعني هسنجل بك اللحمة حد هنا? ماشي. اموري امر. كل شيء بازن الله يكوني. انا مش هجيب ده القصة كلها للاحمة عندي كده. شكل اللحمة مرأة بص يا محمد بقى مانا دي مش غير غزار. بايجني بص اللي تجيوب بتاعها عامل ازاي? متحمرة مش بحتاجها للعب تاني. بحاجة محترمة ما شاء الله تسلم ايديك. عاملين بقى في الكنتوري يقوليها بغتك وهتاكل. هيقروا علي دلوقتي. والله عاملين يقروا كده. لا انا مش. الله يهنيكي خلاص خلصتي? او. اني انا تسلم ايديكي. خلاص يا عام حاضر هنخدم خلاص? بس بالحالة. حاضر? نعم بس. صار بعيد على ايه? نعم بانم. دي بغلو جئتين بس. ايه? لا لا دي خلاص يا. ايه? نطلع بس في الناحمرها ونحطها مع الهاجة. اه. عايزة عايزة سخة امتصدين تعمل بقيتاشة? او هنعمل بس شوية توم واحطها وبعديها هرحل. انا معك الاخر. حابة رز فرنسويين. اللهم ده برز فرنسوي. حاجة كده بص عامل ازاي يا حمد خالد. الله وما صلى على النبي تاكل معلقة الرؤية ده. مش شايفنا? مش شايفنا? مش شايف الاكسام? اه. رز فرنسوي والله. يا حبيبي تسلم ايدك من التعميل والله. اي حاجة تهون وجودك عندنا يفرق كتير عندي. والله هالعزين بيجاد. بشكرك لوجودك عندي وبشكركوا طبعا ان انت نورتون. وتسلم ايدك على الكلام. انا عارف انه متأخر. نحظة واحدة بستردها. عشان ما تدلوه فرصتك. وحتى كمان يعني على طول. على طول. ايا واحدة بس. براحتك خالص اعرض براحتك. من هم? ممتع تلفزيون ده هو اهم حاجة ده انت على مزاجك. طلع الطبق من فرش بتاعك انت. بسم الله ما شاء الله. المعلقة دخلت في الرز. زي ما تقول ايه? سبق. ايه تفاس في الارض يا ناس. مسك البتاع باتلعش. الخل على الطوم. طيوة بقى. لحت الخل مع الطوم دي بتخليني عارفة انت الاشعارينة دي? كده. طب التاجر في الفرن ده هتعم في ايه? انت عمدت. انت نسلناها بقى. مش نسلناها لولوقت كده نسلناها خلاص كده. فعلا بس نسلناها شكله بشاميل وكسب البشاميل. وانت عندك صفحة? ماما لان صفحيتين لازم يا صفحة. عندك صفحة اكل? لأ. اه. لأ صفحة انا بس بعمل الحاجة اللي بعملها بنزلها عليك. يعني انت بتعمل الاكل بتنزلها ع صفحة الفيسبوك بتاعتك. بسم الله ما شاء الله. انا اتقر علي بقى في ايه. انا هو اجور. لا يا سيدي مش مشكلة. وحضورتك برضو بتنزل معاها اكل? او مش على طول. عالصفحة. او. وبيستبيب بي ايه بقى? نستطيع بتعملوا لايكات بقى. او كثير. هو عنده كثير جدا. فانا عندي شواء صغريب. انا هو في المدرسة وكده. لا خليه معا اكيد ممكن اللي عال في المدرسة يعاني والزمج بيعملوا لايكات خوفا منه. يعني اكل حلو يا مستر بس عارفة اللي هو ايه? عشان بيجيشت. وطبعا ايه? يشوفوك يلوك الله عليك يا مستر. وانت تقوله ايه? او يا لعل صوتك وحاجات كده. ما شاء الله. الله عرتشة. انا بحب بقى بقى الطاشة دي كده نفسها. اروح ازل عليك يا لا. احب براحتك. اعبر نفسك. ما اوز اللي انت عايز. صحيح كده? انا صبر عليك لحد اخر الحلقة. ما عايزك باستي كده يا توقع? احنا بخلصين من بقدرة باشي احنا في انتزار ساعتك. في انتزارنا? لا لا لا. انستطاست جوة طاستة حلّة جوة حلّة احنا مستمينينا. اشانا بقول لك وباوز الديني حالا? انا معانكم انا سايبك لحد الاخر. براحتك خالص عشان تبقى خدت الفرصة كاملة. ماشي. يلا بينا? يلا بينا. خد وقت. ماشي خلص يلا بينا. نت في النار. نت في النار. نت في النار. اطلع بالطبق. ايه? لا كنا عايزين بس نشولي حتة دي. حتة ايه? زي الفل. زي الفل. ايه تكسب. بجد انتو نورتوني. بجد تشرفتوني. دايما انا لنسبالي زيت البيت او البنت هي رقم واحد في كل حاجة. فانتي رقم واحد النهاردة عندنا. وهو ما يتقننش بيك في كل الاحوال. ولا يقصر ولا هيقصر. هي وقف كده برا بتفرج علينا. خليني في التدريس احسن. اه بص بقى هقولك على حاجة. انت لو انت لفتحت الموضوع اهو. اه. انا بيني وبينك عندي نصيحة لي. نقولها دلوقتي ولا بعدين. خليها بعدين. خليها بعدين. خليها بعدين. انتو نورتوني. بسكرت مجدا. وبشكرك طبعا لوجودك معنا. شكرا لحضراتك. شكرا للك نورتوني. شكرا لك. زي بحقكم شفتوا طريقة الفتة مهما كان فيه طرق غلط فيه طرق صحيح فوق حلوة ووحشة. بوم النهاردة اتنين من مشاهديننا. اتنين من اخواتنا وحبيبنا نورونا. عملوا طبقين فتة زي بحقكم شافين. دي كانت حلقتنا حلقة جديدة. والسلام عليكم. شكرا لحضراتكم. اشتركوا في القناة